في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الواحد والسبعين نظمت وزارة الداخلية المعرض السنوي لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية والكلية الإكليريكية وذو الهمم ورجال الإعلام والصحافة وأسر الشهداء إضافة إلى قيادات ومثل قطاعات وزارة الداخلية وجود عدد كبير من الشعب المصري المشاركة والدعم المسندة ده إضافة كبيرة المصريين كلهم مفتوض يحتفلوا به لأن ده بيعبر عن اليوم اللي استشهد فيه رجل الشرطة هو بيدافع عن مصر في معركة مهمة جداً اسماعيلية طرف لها طبعاً أنا أكون متواجد نهاردة ويا رب دايماً كده ربنا يحفظ مصر وشعب مصر وشورطة مصر وجيش مصر شهد الحضور عروضاً متنوعة قدمها طلبة وطالبات كليات الشرطة تعكس جاهزيتهم وكفاءة عمليات الإعداد والتدريب داخل الكلية كما تم تقديم عروض للفلوسية وكذا كلاب الأمن والحراسة فضلاً عن العروض الموسيقية مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية الاحتفال النهاردة الحقيقة احتفال جميل وليه طبيعة خاصة أجمل لقطة أنا شفتها مشاركة الأطفال والأسر مع بنات ورجال الشرطة مصر جميلة بالرجالها رجال الشرطة ورجال الجيش طبنا قويهم بديهم الصحة ومتفوقين ودايماً هم دول الأمان والحد الأمن لكل الشعب المصري بالجد بشكرهم من القلبي على المجهود اللي بيعملوه كل سنة وكل سنة هم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى وزاة الداخلية كلها مشكر طبعاً كل رجال الشرطة طبعاً على الواجب الوطن اللي بيقدمون لنا دوت وبجد احنا فقورين بهم احنا بنحب خالص كل سنة نيجي نشارك هنا المعرض ونشارك ان احنا نحتفل معاهم بعيد الشرطة وأنا فقور ان انا حرم شهيد وفقور ان انا موجودة في المكان ده النهاردة والحافلة جميلة جداً زي ما انتم شايفين كده شوفت اشياء رائعة وكنت مبسوطة جداً جداً وكل سنة ونتوا طيبين عشان عيد الشرطة الفرية كانت جميلة جداً استمتعنا بكل العروض اللي فيها كانت فيه عروض متنوعة ومختلفة كثير جداً فرحت جداً بالاستعراضات الحلوة قوي دي وكمانهم وزعوا هدايا حلوة قوي على الأطفال المعرض تضمن أحدث المركبات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها مختلف قطاعات وزارة الداخلية لأداء ما همها الأمنية والخدمية وتجول الحضور بين جنبات المعرض وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية وفي مقدماتها سيارات الأحوال المدنية المجهزة بأحدث أجهزة الإصدار لمختلف مصدرات قطاع الأحوال المدنية حيث قام بعض الحضور باستخراج الأوراق الثبوتية من هذه السيارات وكذا سيارات المرور المجهزة بأحدث أجهزة الرصد المرورية وسيارات الحماية المدنية والنجدة والمضرعات كل مرة فعلاً فعلاً ببقى فيه تكنولوجيا جديدة وفيه فكر جديد إن شاء الله يا رب دايماً كده من خير لأخيه اللي أحسن من كده كمان إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وكل أفراد وزباط الشرطة بخير وغسارهم وأبنائهم ربنا يحفظ أولادنا ويحفظ جميع رجال الشرطة اللي بيحموا البلد وبيحفظوا الأمن والأمان في البلد كلمة شكر لرجالة بيوصلوا الليل والنهار للعمل على حماية أمننا وسلامتنا كما شاهدوا البرامج التوعوية بمخاطر المواد المخدرة وجهود وزارة الداخلية في التصدي لها وأسنوا على جهود وتضحيات رجال الشرطة في كافة مجالات العمل الأمني كل عام وهم جميعاً بخير وربنا يقدرهم ويقويهم وهما سندنا وظهرينا طبعاً وإيد في إيد بإذن الله معاهم على طول شوفنا تدريبات جميلة جداً وديننا نحن كمان نشوف التطور اللي حصل في الشرطة خلال الفترة اللي فاتت في حماية الأمن القوم من حماية البلد رحت عند عربيات الشرطة راكبتها كلها مع عجباتي كل سنة وانتوا طيبين أنا تبصدت قوي النهاردة راكبت عربيات كتير الحفلة كانت حلوة قوي قوي بالنسبة أن أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده وكانت تجربة لذيذة جداً يعني أنا الصراحة شايف يوم جميل جداً والله وحاجات مبهرة جداً وخلت الواحد مبسوط وفخور جداً يعني ما شاء الله أجواء احتفالية سادت أرجاء المعرض حيث امتزج الحضور بين جنباته للتعرف على محتوياته وتجربتها مع التقاط الصور التذكارية التي تخلد احتفالهم بهذه المناسبة الوطنية والله مبسوطة جداً وسعيدة أن أنا كنت من المدعوين النهاردة أن أنا شاهد العرض الجميل أنا مبسوط جداً 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 أن أنا موجود هنا دلوقتي وفرحان جداً بالعروض اللي أنا شفتها أنا مبسوط جداً أن أنا جيت هنا النهاردة وشفت العروض وشفت العربيات كلها وركبتها أنا مبسوط جداً جداً وبشكرهم على التعب والمجهود اللي هم عمله لنا شكراً على الحفلة الحلوة وشكراً أنكم بتحبونا وتهتموا بينا هذا المعرض الذي امتزج مع حضور شعبي من كافة فئات المجتمع للاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين إنما هو تأكيد على التطور المستمر في الآداء الأمني والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في ذلك ويؤكد على أن الاحتفال بعيد الشرطة واحتفال الشعب بشرطته التي تحميه وتصهر على أمنه أنا أحب الشرطة جداً وأريد أن أمجبر أتلظم كل سنة طيبين كل سنة طيبين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر